السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات نتمنى تكونوا في أحسن حال وأحوال إذن دائما معكم أستادكم أحمد تازي ودرس جديد من دروس دينا لأول مرة كي شاهدنا إحنا قناة تعليمية كنقدمه كل نهار درس جديد في مادة معينة موجه لمستوى معين كنخدمه مع تلاميذ ديال البتدائي وكنخدمه مع تلاميذ ديال الإعدادي وكنخدمه كذلك مع تلاميذ ديال التنوي كل نهار كنحطو فيديو مختلف إذن أجي نضم العائلة ديالنا دير أبوني وفعل الجرس هكذا باش ووصلوك الجديد ديال الفيديوهات ديالنا وتكون دائما انت اللول لكتوصل بيهم عدنا صفحة في الفيسبوك باسم قناة لأستاد أحمد تازي وقناة في اليوتيوب أحمد تازي شان أوفيسي دير أبوني فعل الجرس باش ووصلوك الجديد ديالنا إذن بدأو دابا الدرس ديالنا تباو معنا عفاكم لفيديو حتى الآن تباو معنا عفاكم لفيديوهات ديالنا ترفايا où se trouve cette ville ترجمة ترفايا ترفايا ترجمة 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 لفاكم سنة أكزبري، المنزل من التارفايا، يقولون أن هذا المنزل هو المنزل في المنزل المنزل. مهدي، سنة أكزبري، أكبر أنه موزيزي، سنة أكزبري، ماذا يقولون أنه يقولون مفترة في المنزل، لماذا يوجد هناك المنزل؟ مامون Saint-Exupéry était un aviateur de l'aéropostale qui faisait escale à la ville de Tarfaya durant deux ans la maîtresse qu'est-ce que le responsable t'a rapporté au sujet de ce musée مامون il m'a annoncé que les visiteurs qui viennent de tous les coins du monde admire ce lieu historique car il relate l'histoire de cet endroit riche en photos et en affiches très bien on l'aïdati d'abord nous connaissons le dernier de cette vidéo pour que vous ayez le dialogue vous arrêtez la vidéo et vous revenez de la première et vous essayez de la réplique par réplique et il faut faire attention la prononciation de la réplique de la réplique de la réplique je vous remercie de la réplique de la réplique de la réplique de la réplique de la réplique